تتميز العلاقات البحرينية السعودية بصور راسخة من المودة والتأخي ووحدة مصير كيان الجسد الواحد عوامل تقف وراء جمالية العلاقة التي تجمع المنامة بالرياض باعتبارها تعكس أمثل العلاقات العربية القايمة على صياغة الرؤى المشتركة تجاه مختلف القضايا العربية والإقليمية فضلا عن ترسيخ دعام التعاون في مجالات العملي كافة هي علاقة منحت جانبا من الخصوصية المطلقة لطالما أوعز التاريخ لكيانها أن يسيد ويميت ويعلو بناء صرحها الشامخ بأسلوب متكامل ونموذجي ليلامس تلك الآفاق الواعدة والرحبة في مجالات العمل كافة عوامل ودوافع تقف وراء حيوية ومرونة وحجم العلاقة التي تربط البحرين بالمملكة العربية السعودية الشقيقة باعتبارها تعكس أمثل العلاقات العربية العربية القائمة على صياغة الرؤى المشتركة تجاه مختلف القضايا العربية والإقليمية والدولية وترسيخ دعائم التعاون القائم بين المنامة والرياض سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وحتى ثقافيا والممتدة جذورها منذ عقود خلت البحرين لا يفرقها عن السعودية أي شيء في جميع المجالات فنحن متفقون في كل شيء يعني العمق الاستراتيجي والعمق السياسي والعمق الاقتصادي إضافة إلى البعد الاجتماعي أعتقد العلاقات البحرينية السعودية من أقوى علاقات دولتين في جوار بعض في العالم أنا سميها بدأت العلاقات منذ القدم يعني أعتقد من قرون وليست من عقود حتى تشكلت الدولتين أعتقد وكانت هناك نقلات كبيرة بتاريخ الدولتين أعتقد بدأت أحد أهم المراحل هذه في سنة الثمانية وخمسين عندما وقعت اتفاقات الرياضة للترسيم الحدود بين البلدين وهذه الاتفاقية شكلت أعتقد درس أو معلومة كبيرة للعالم أن البلدين هذا متفهمين بشكل كبير أوجه التفاهمات الاقتصادية بين السعودية والبحرين لم تقف عند حد معين فالنشاط التجاري القائم بينهما دائما ما يأتي بكل ما هو جديد تزيد معه سقف الأرقام ليرتفع مستوى المؤشرات الإيجابية الدالة على اكتساع نطاق الشراكات التجارية بين المنامة والرياض جسر الملك فهد سهل كثير التواصل التجاري بين البلدين اليوم المنتجات السعودية سهل عليها بنفس اليوم وإحنا عندنا نفس الشاحنات اليوم تطلع يوميا من المملكة المملكة العربية السعودية لمملكة البحرين وممكن ترجع بنفس اليوم فسهل تسويق منتجات سعودية للبحرين والعكس كذلك فسهل تسويق المنتجات البحرينية من البحرين إلى السعودية اليوم تقريبا أنا أعتقد حجم الاستثمار السعودي اليوم في البحرين تجاوز الـ 14 مليار ريال السعودي في كل يوم حكاية مشرقة تجول في تفاصيل علاقة وطيدة دائما ما تأتي بإضافات جديدة تبشر بصفاء سماء التطلعات الرامية إلى مزيد من الإنجازات التي تصب في مصلحة الشعبين الشقيقين فالحكمة والحنكة التي تستوطن عقلية قيادة البلدين تخدم العلاقات وتدفع بها نحو مزيد من التطور والنماء لتلفزيون البحرين محمد رشيدات